نذهب إلى محاولة أخرى لتوسيع الحرب في الشمال في لبنان وشمال إسرائيل وجنوب لبنان والحقيقة أنه في المناوشات مستمرة بين حزب الله وإسرائيل زادت الثلاثة يام الأخيرة والزيادة مبعثها بقى خطير جدا لأن اتسعت دائرة الإطلاق أو مدايات هناك دائما وأبدا هناك توازن في الفعل ورد الفعل ما بين حزب الله وبين إسرائيل هذا اتفاق غير مكتوب ولكن هو مبني على قرار الأممي في 2006-1701 اللي بيمنع قوات حزب الله سواء قوات الرضوان اللي هي القوات الخاصة التابعة الحزب الله أن تتواجد على الحدود الإسرائيلية أو حتى الوحدات الصاروخية بتاعته المفترض أن تبقى القرار الأممي أو قرار مجلس الأمن 1701 أن تبقى قوات حزب الله في منطقة شمال نهر الليطاني طب نهر الليطاني بيبعد قد إيه عن الحدود الإسرائيلية في المتوسط بنتكلم على 30 كيلو طب 30 كيلو دول موجود فيهم مين؟ موجود فيهم قوات اليونيفيل وقوات اليونيفيل حضرتك اللي هي حفظ السلام قوات حفظ السلام وبالمناسبة عشان فيه خلط هذه القوات موجودة سنة 78 موجودة في هذه المنطقة في الاجتياح الأول للجنوب اللبناني سنة 78 موجودة حضرتك ولكن القرار الأممي 1701 قال إن هي ممكن تزيد لحد 15 ألف جندي ويوكلها بمهام التنصيق بالتنصيق مع الجيش اللبناني على ألا تتواجد قوات حزب الله النهاردة قوات حزب الله موجودة على الحدود وده اللي خلقت إشكالية مهمة جدا لازم نوضحها إن الحزب كان بيشتغل بالكورنت أو بالكاتيوشة السوائر فبنتكلم على 4 كيلو هو بيستهدف كان مفروض 5 كيلو هنا 5 كيلو هنا 5 كيلو في جنوب لبنان الأمور توسعت حضرتك هو ده الأمور وسعت 30 كيلو دلوقتي حضرتك طيب سياتك المرة اللي فاتت سألتني سؤال مهم على المستوطنات في الجنوب اللبنان النهاردة الجيش الإسرائيلي أجلى لحد عمق 10 كيلو مستوطنات وهذا الموضوع عامل مشكلة كبيرة جدا سواء اقتصادية أو اجتماعية فأجلى الناس دي كلها للإقامة في مناطق في وسط إسرائيل وفي منطقة جنوب إسرائيل طيب اللبنانيين لما زودوا المساحة فهل الجيش الإسرائيلي حيجل لحد 30 كيلو أنا بقول لحضرتك لأ ولكن إحنا نزاهبونا إلى الحرب عشان كده فيه هنا مؤشرين في منتهى الأهمية التصريحات الصدرة عن وزير الدفاع يقاف جلنت في بداية 7 أكتوبر قال اللي مهم عندي قبل غزة لابد أن أنا أوجه ضربة إجهادية لحزب الله لأن غزة معايا مفتوح الزمن معايا ومنع في القرار السياسي لم يحصل عليه ثم عودنا الأسبوع الماضي وأصبح الآن هناك خلاف كبير جدا في مجلس الحرب المصغر أن باني جينيتس اللي هو كان وزير الدفاع وكان رئيس الأركان وهو عضو مجلس الحرب المصغر بيتطفق مع يقاف جلنت بيتطفق مع هيرتسي هاليفي على أني لابد من توجيه ضربة لحزب الله الغرض منها أن يعاد قوات الردوان وقوات حزب الله إلى شمال نهر الليطاني لأنه لن نقبل بنفس اللفظ كده لن نقبل أن تكون شبابيك المستوطنات تحت أعين قوات الردوان من هنا الجانب الأمريكي تحرك وهناك تسريبات بالأمس أن عموس هوكشتاين سيأتي إلى المنطقة من عموس هوكشتاين؟ عموس هوكشتاين اللي هو المبعوث الرئاسي الأمريكي هو المفترض للطاقة والغاز في العالم ولكن هو كان جندي إسرائيلي بالمناسبة وهو موليد 73 وخدم في جيش الدفاع 3 سنين ثم انتقل للعمل في أمريكا وحصل على الجنسية واشتغل في الإدارة الديمقراطية وتدرج فيها وبيجي النهاردة كمواطن مزدوجة جنسية واحد أهم الناس المصدوقة بالنسبة لبايدن وهو اللي عمل حضرتك اتفاقية الحدود البحرية ما بين إسرائيل ولبنان وهو اللي تفاوت في البداية مع اللواء عباس إبراهيم على فكرة الهدنة وتبادل الأسرة وهو اللي معني بالملف اللبناني فهو دلوقتي إسرائيل واخد قرارين يا إما قوات الردوان وحزب الله يعود إلى منطقة اللي طاني باتفاق سياسي إن لم يحدث ذلك أنا بأكد لحضرتك أن ستقوم حرب في منطقة الشمال الإسرائيلي والجنوب اللبناني سيشن الجيش الإسرائيلي حرب وده النقطة اللي كلمنا فيها زمان وقلنا أن حسن نصر الله بيستدرج لحرب مع إسرائيل ترجمة نانسي قبل